ايه تاني غير اللي احنا قلناه في الجزء الاول يعتبر من ضمن الملامح اللي ممكن تقول ان احنا عايشين في شتاء زي حانا بيكون في مواجهة للجروح اللي هو الضربة في الممنوع في لحظة ما في الخطوبة في الجواز في لحظة تجلي حد فيهم حاجة للتاني عن عيب في حياته اه ضعف مثلا قصة في حياته هي وصغيرة تعرضت لشيء ابوها امها هو نفسه بيحكي عن حجزء في تاريخه لما بنوصل هنا بقى ويباني الضعف فبيدور على حاجات يخبط فيها مش لاقي فيروح مستخدم الرصيد القديم ده بقى هنا ضرب في الجرح اللي هو الضربة القاتلة الممنوع اللي انا امنتك انك تحفظه ودي بنقول هنا بقى صعب الغفران يعني انت جتلي كده في نقطة معينة خبطيني فيها دي عمرها ما هتخف لان هي ما خفتش فانت خبطيني فيها فهنا بتروح على طول مستسلمة للضربة القضية مفيش عودة حتى لو عدنا مفيش عودة تاني للمشاعر بعض السيدات بتشرح تقولي حتى في العلاقة الحميمية بابا عملا ادعو لي ربي اخلص انا برعى ربنا فيه في العلاقة الحميمية بس عشان ما قولش ان انا مقصرة لكن انا مش عايز اشوف الشخص ده تاني لكن انا بقول عشان خطر الولاد لانه خلاص تولي جوزي بقى بالنسبة لي هوا فيه جدار حاجز بيني وبينه خلاص هي الدوني قفل الحواجز دي بتتكون المفروض ان هي بتتكون من تراصبات تراصبات دي اكيد محتاجة سنين طب الناس اللي بقى ما بينها حواجز نفسية من البداية دي بتبقى ازاي على قد ما انا مبسوط ان الكنيسة عملت كرسات ما قبل الزواج بس يعوزنا شيء تاني يعني حتى اللي بيجي لو نخطب هو خريج ايه هي خريجة ايه المستوى المادي المستوى التعليمي الحاجات دي كلها لكن فيه نقطاتين للأسف مش محتوطين في الاعتبار خالفياته عن الجواز ايه المكون النفس بتاعه ازاي ودول لأسف متواضين عنه ما بيبنوش خالص غير بعد الجواز يعني فيه شخص جوزه وجواز بصرفه خلاص زبان كانوا مثل كده قلوه الراجل ما يعيبه ولا جيبه ادم معه فلوس خلاص عايز ايه تاني ممكن تكون النفسية نفسها مش كويسة يعني عنده بنوع شك فتا خيالي شافها مع خطبها القديم واقفين بيتكلموا او الخطبها القديم ده كان خدم في الكنيسة وشافهم واقفين بيتكلموا انتوا باقفين بتقولوا ايه كنتوا بتتحكوا ليه فهو يقول له شك جواه فإذا كانت هو نفسيته مي السوية ده ممكن يحرمها انه يتتكلم مع الشخص ده تاني طب لو كان ابن عمها مثلا مساكب في نفس بيت اهلها فالشكوك اللي جوه الانسان منحن نفسية غير السوية فقالها دور كبير جدا فدي ترصبات قديمة طبعا فبتمنى مش عاربة زي تحقق ازاي ويمكن احنا مرارا وتكرارا اتكلمنا عن وطرحنا بشكل مباشر ضرورة الكشف النفسي قبل الجواز لانه احيانا يابونا فعلا بنكتشف والمحاميين يعني اللي بيساعدونا في الامور دي يقولنا انه بتبقى عضايا خسرانة لانه اوقات ما بنعرفش نسبة المرض النفسي ويعاني بتبقى خلاص الزوجة حياتها اتدمرت هو مش مرض هو مش مرض هو اضطراب نفسي في فرق يعني مش مرض مثلا اقدر قول ده كان عنده اكتئاب سوداء ومسلا من قد كده او عنده مثلا هلاوس بصرية والهلاوس سمعية ده نشأته كان لا ده اضطراب نفسي بعدم الامان فيه عدم ثقة فده بيبان ما قدرش يكتشفه ازا كان المجتمع كله بقوله ده الاخ ده لو لما اتجوز كان يترحبا الاخ ده ينفع يكون كهن اخ ده امين خدمة يعني واحدة في مرة بتقول لي عبارة عجيبة قوي بتقول لي انا هي في كنيسة مطرنية في احدى المدن تقول لي كل البنات والستات بيحسديني على جوزي ووعزت جوزي تقول لي لو اتأخرت خمس دقايق عن العربية اسمع درسة من اقصى الدروس عن الاحترام وحترام المواعيد تقول لي بيوعز وخدم لكن نفسيته فيها ايه هو حسن هي لما اتأخرت عليه هي ما بتحترموش فهو عنده مشكلة مع نفسه في التقدير انه بيحس الناس ما بتحترموش ما بتقدروش فعنده مشكلة نفسية مع نفسه ترجمة نانسي قنقر